اهلا وهلا ومرحبا في تفاصيل والخيوط السلسلة اللي هيكون فيها اي حاجة اللي هي علاقة بالتفصيل الخيوطة فاسنتين كل الحاجات دي وده معناه ان النهاردة قررت اعمل فستان جديد وخليني اقول لكم كده بداية الموضوع ان قماش الفستان داي حرفيا جي معايا صدفة فاكرين الفستان دا اه القماش اللي احنا هنعمله النهاردة جي مع نفس القماش بتاع الفستان دا فالموضوع ما كانش متخطط له ما كانش في ديزاين قبل اصلا كان في دماغي كنت محتاج ان انا هنفزه او كنت مسلا في حاجة معينة عايز اعملها بالقماش دا تقدرت اقول الموضوع كله كان عبسي وده برضو اللي احنا هنعمله في الخياطة بتاعة الفستان نتكلم بقى عن الدزاين عشان اوضح لكم الموضوع انا كنت بسكرول في يوم عادي خالص على انستجرام لقيت صورة عجبتني دزاين فستان وفكرت كده وقلت اوكي هو ده بس اسوأ حاجة حصلت في الموضوع اني ملقيتش الصورة تاني او ما عملتش وملقتش الصورة تاني فتقدر تقوله ان الموضوع كله هيمشي بالمخيلة هل هنجح ده اللي هنعرفه في اخر الفيديو وفي الفيديو ده هقالكم كل التفاصيل وازاي فصلت الفستان من اول الاصل حد الخياطة لحد ما بقى فستان في الاخر وده بعد كده النظام اللي هيمشي عليه الفيديوهات بتاعة التفصيل هنا فلو كنت مهتمة بالنوع ده من الكونتنت فنصحك تعمل سبسكرايب وشير ولايك للفيديو لو ما كنتش عمل لان داخلين عالشتا وفي افكار كتير او في دماغي وبما ان للاسف معيشة ديزاين علشان اقوليكم ان انا هعمل الشيء ده فانا هستغلي مهبتي في الرسم وهدسان فبلش نطول اكتر من كده ويلا بنا ندخل في الموضوع نظرا لاني بليك سيما رسمتش فما تقفوش علي اوكي هابدأ كده اعمل شبه بانسان كده في الاول وبعدين بقى ابدأ في التفاصيل بتاعة الفستان اللي انا تقريبا فاكرها هو ما كانش ليه وسط هو كان بدايته كده من عند منطقة التوب شوية واكتر حاجة كافة مميزة فيه هي الكوم بتاعه تحفة هو كل واسع حرفيا بس بيجي كده عند قبل الاخر بشوية وفي زي روبوت وبيتروبت ففي نفس الوقت ممكن يبقى واسع عشان لو عصة توضع او حاجة وفي نفس الوقت يتلم ويبقى شكله تحفة بجد كان تحفة وكان فيه بقى كشكشة كتير قوي قوي كده من فوق زي ما انا ها حاول ترسمها وبس كده يعني نحاول بقى نعمل الشي ده في الحقيقة اول حاجة كنا عملي ثلاثة متر من القماش هنطلع منهم نص متر عشان الكومام فهذا الوقت اقصه ونركنه بقى على جمع اما عم بقى القماش فانا هتنين نصين والنص دوت هتنين نصين تاني حاجة كده زي الورقة دي كده بالزبط ده كده لو ماش كله تانيته مرة وبعد كده تانيته مرة كمان ده كده شكله بعد ما تانيته زي الورقة بالزبط هبدأ بقى فرشه على الارض علشان اشوف انا هاقص منين بالزبط هو الاصل في الفستان ده ما كانش صعب خالص لانه هو تقريبا حرفيا هافصل بس الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت فهو مفوش تعب فقست بالزبط الطول اللي انا عايزة يكون لحد فين من اول كده في الفوق وعلمت كده بالتبشير وكان في حال ده قال لي ممكن نعلم بالصابون فده قبشان حلو علمت ونزلت برده تحتيها علمت تاني عشان اتيب مساحة للخياطة ونبدأ بقى الاصقصة عظيم جدا نكمل بقى الشغل ده كده الجزء اللي تحت شكرا لي نلمه ونركناه على جنب علشان الجزء كله بتاع الشغل هيكون في الجزء اللي فوق عشان ابدأ بقى قصة ازاي الكم هيركب جواه وكده الحتة بقى اللي احنا فصلناها في الاول اللي كانت فوق هتنيها بالزبط نفس التانية لتانيتها للقماش كله بس مش كلها تقريبا نصة حتى تلقوني كده مسكيها من النص وتانيتها برضو اربع تانيات وهنا انتو عندكو اختيارين كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو تفصيل والخياطة اول حاجة ان انتو تكونوا اغضيلي مقاسات بتاعتكو قبل كده اصلا وتبدأوا بقى تطبقوها بالزبط على القماش بالطباشير او بالصابون زي ما قلت والموضوع تشوفوه سهله مااخدش مني وقت خالص بس الحقيقة يعني انا عملت فاستين لنفسي كتير قبل كده فعشان كده اتعودت على المقاسات بتاعتي وازاي بعملها بسرعة الاختيار التاني وهو بالنسبالي الاسهل اني اجيب فستان قديم عندي واخد منه المقاسات بالزبط وريح دماغي زي ما انا عملت هنا كده بالزبط الموضوع مش صعب خالص وده زنب عادي هو بيشاركني كل حاجة بعملها في حياتي ودي نبزة بسيطة جدا عن حياة اي حد مربي قطط اما بقى عن اخر حاجة المفروض هقصها هي الكمام فاكريني النص متر اللي احنا قصنا في الاول خالص هاخدوا بقى اتني نصين بالطول وبعدين مش هنتني تاني نصين بالطول لأ هنتني بالعرض يعني اتمنى الموضوع يكون واضح بالنسبة لكو اعرف ان التصوير مش احسن حاجة بس هحسن منهم مرة جاي تقدر تقولهم وراء تتنوها افقهم وراء تانية تتنوها رأسي فيبقى ده شكلها في الاخر وحاجة مهمة جدا عشان ما تغلطوش غلطات كاريسية وانت بتقصوا كمام الجزء اللي يبقى متني هو ده يبقى الكم من فوق لان الكم ما بقاش فيه خياطة من فوق بتبقى الخياطة من تحت فاهميني الموضوع فخليت الفتحات بتاعت القماش من تحت وسبت برضو الفساني القديم خدت بس الكيرف الاولاني والحقيقة هو الكم ده مش هيكون دايق خالص هو نازل على وسعه وهتفهموا ليه لان زي ما قلتلكه هيبقى فيه زي حزام كده في الاخر بيلمه ودول قططي عادي كانوا بيتمشوا على القماش وانا بقصوا اما بعنا الجزء اللي بقصوا في الجنب ده فده مهم جدا مش هنرميه هيطلع منه اربع وحدات هيبقى اتنين منهم متسبتين نفسهم في الكم علشان يبقوا زي ما تقولوا كده قمر بيعدي فيه بقى الروباط نفسه اللي هم اللي تاني تانين وهنا نقدر نقول تمام بحمد الله التخلص من الجزء الصعب في تفصيل ايفوستين هلا طبعا مكان مختلف غير الاستوديو بتاعنا بس ليه لان السطب بتاعنا مبهدل ليه لان خلينا اقولكم ان فات على اخر حاجة انتم شايفانها دلوقتي الشهر ايوة ايوة يعني الشهر اكيد انتم موجودين وعرفتوا ايه الحاجات الكتير اللي حصلت في الشهر ده بس لان الدراسة راجعة تاني فكان لازم نقف وقفة وانا مقفت فعلا وحاليا اللي فاضل مش كتير هو بس مجرد اني هجمع القماش مع بعض علشان يطلع فستان بالاخر خلينا اقولكم اني مش بعاني في مرحلة الخياطة قوي على قد ما بعاني في مرحلة القص وبما انها قريلي خوصت فاعتقد الموضوع هيبقى سافر وبس كده عبال ما تلوقتي احاول افلوص الفستان وعيد تصبيت السطب اللي اضطر بجوه دوت علشان هنرجع تاني لحاجات عايزين نتكلم عنها بس كده كفاية الرغية ده ويلا بنا نشوف الفستان بس كده بس كده سيتل قد ده سيتل قموه السكر سيتل قموه سيتل قموه ده كده شكل مبدئي للفستان حلو جدا وعجبني لستبعها هركب كمام وابدأ ازبط الرقبة والديل من تحت ويبقى الدنيا كده فل جدا انا كنت عبسي قوي في الفستان ده ورغم كل التأخير والحاجات الكتير قوي اللي حصلت في الفيديو ده وكمان ورا الكواليس انتو ما شفتوهاش بس اخيرا الفستان خلص تحية مني لنفسي جاهزين تشوفوا الفستان اشتركوا في القناة ورغم الديزاين والفكرة كان مختلفين جدا عن الحاجات اللي عملتها قبل كده او ستايل لبسي عموما ولكن كالعادة انا دايما بنبسط بالتفصيل ولما بشوف الحاجة في الاخر بعد ما بتخلص والفينيش النهائي فعلا احساس طرف وهفضل دايما اقول بالجدد احساس انك تلبس حاجة انت عملها بنفسك مختلفة وبس كده السلام تن تا را 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 ر